لو تخيلنا إن السيد المسيح مات على الصليب ولم يقم يبقى الخطيئة انتصرت ويبقى الموت انتصر كيف ينتصر الموت على الحياة؟ يعني حاجة مش معقولة يعني طبعا الحياة تنتصر على الموت بدليل السيد المسيح لما مات على الصليب لحظة موته على الصليب حصلت زلزلة القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين بس خرجوا للمدينة بعد قيامته عشان يكرزوا بقيامته فموت المسيح موت محي فلازم ينتهي بإيه؟ بحياة؟ لازم لازم القيامة والقيامة ثبتت لهوت المسيح طبعا وكمان لما حبوا يكتشفوا صليب السيد المسيح الملكة هيلانة لما جات تكتشفه حطوا ميت على صليب السيد المسيح قام يعني بقى صليب محي يملك قوة قيامة المسلوب فلو تخيلنا أنه صليب بلا قيامة يبقى الموت انتصر وده مش ممكن طبعا الحقيقة لابد أن تنتصر عشان يبقى الفداء غير محدود كان لازم السيد المسيح يثبت لهوته فكانت القيامة من بين الأموات ممكن فيه آيات تقول إن الآب أقام دعا وآيات تقول إن الإبن أقام نفسه بقوة لاهوته وآيات تقول إن الروح القدس أقام طبعا عمل الثالوس في إله واحد يعني ده دليل إن القيامة صفة إلهية فالله عشان كده السيد المسيح لما نادى على لعاظر مجرد قال له لعاظر هل أم خارج طب يعني زي واحد ينادي على ميت يعني وبقوة هذه المنادى قام من بين الأموات لعاظر وخرج وهو مربوط اليدين والرجلين تخيال إزاي يعني الحلوه ودعوه يام يعني ودي على فكرة في سبت العاظر بقى قبل أسبوع الألام يعني أسبوع الألام جاي زي ما قلنا قبل كده بين سبت العاظر وعيد القيامة لأن قيامة العاظر قيامة بجسد هيموت تاني جاي بين قيامتين يعني لكن قيامة السيد المسيح بجسد لا يموت مرة أخر المعلم بولوس الرسول في رسالته الأولى لأهل كرونسوس يقول وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعض في خطياكم إذن الذين ركضوا في المسيح أيضا قد هلكوا يعني ما كانش ينفع أبدا يبقى ما فيش قيامة طبعا لأن القيامة هي اللي أعطت للصليب البعد بتاع الغفران يعني تخيل لو السيد المسيح مات على الصليب ولم يقم طب كيف يتم غفران هذه الخطيئة ده علاجها بالقيامة ومش ممكن الموت يغلب الحياة مش ممكن لازم الحياة تغلب موسيقى 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 موسيقى